نص كيلو فراخ مكعبات صدور وراك ما عنديش اي مشكلة بس الصدور افضل علشان ما بيكونش فيها اللي هي الدهون الزيادة معانا ايه كمان معايا فلفل رومي احمر مكعبات فلفل اخضر حار حلقات كده كده كله هيتفرم بصلايا واحدة بصلايا واحدة ما زودش عن كده معايا ايه كمان معايا طوم مفروم وممكن يكون سليم عشان كده كده هيتفرم في الكبه معايا بقدونس معايا بقصمات مطحون وهنقوم هنا بدور البقصمات برضو نفس ما عملنا في كفتة اللحمة في الآخر خالص يا يحتاج معانا يا ما يحتاج طيب السوان يا رغض المرة دي او المرة اللي فاتت في الكفتة اللحمة احنا قلنا علشان الدهون اللي فيها فبنحط مادة ربط اللي هي البقصمات طيب هي الفراخة المرة دي مفيهش دهون ايه بس فيه بصلايا وفيه فلفل البصل والفلفل اللي احنا حطينه بيعمل سويل السويل دي لازمها مادة ربط مادة الربط هتيجي منين هتيجي من البقصمات وارجع واقول يا نحتاجها يا ما نحتاجهاش عشان كده بقول بصلايا واحد طيب بصلايا اللي تتحط في الكفتة ما تتغسلش يعني ايه ما تتغسلش يعني نمسكها نقشرها وننشفها كويس او نمسحها كويس قوي ونقطعها مكعبات او اربع ونحطها ليه علشان لو غسلها هتشرب ميا ولو شربت ميا هتبدأ ان هي تسيل لنا كفتة ولو سيلت لنا كفتة هنضطر نحط لها بقصمات مرة واثنين وثلاثة فاحنا يعني نتغاضع عن كل ده ونمسك البصلايا نقشرها ونمسحها كويس جدا مطرح وننمس ايدنا ومطرح القشرة ونقطعها ونحطها في الكب على طول ممكن في الحالة دي ما نحتاجش اصلا ان احنا نحط بقصمات طيب هبدأ بايه هبدأ بالخليط الاول قبل ما حط الفراخ ادي البصل وادي البقدونس وادي الفلفل مقادير الكريمة كمان موجودة على الشاشة بتقول ان احنا معانا ايه معانا مشروم فرش شريح وانتوا عارفين اني ما بستخدمش اصلا المعلب خالص 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 بصلايا مفرومة ناعم بقدونس مفروم كباية كريمة طه كبايتين من الحليب وثلاث معالق كبار من النشا وملح وفلفل اسفل دي مقادير السوس اللي احنا هنعمله النهاردة علشان ننزل فيه الكفتة تستوي وبعد كده انزل فيه المقارون طيب نرجع هنا الاول هعمل حاجتين في وقت واحد هبدأ ان انا اشغل الكبه بتاعتي على كل المكونات قبل ما حط الفراخ ليه لازم يكون فيه سبب ان انا عايزة المكونات دي تدخلت كويس جدا 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 وتبقى نعمة وبعد كده انزل عليها الفراخ فتبقى نعمة اكتر مش عايزة لما اجا افرم الفراخ ألاقي حتة بصولية طلعة ألاقي حتة بقدونس ما تفرمتش كويس حتة فلفل زهرة لأنا عايزة كلها تبقى مية واحدة وعاجينة واحدة فانا هعمل دلوقتي حاجتين هشغل الكبه بتاعتنا على الخليط بتاع الكفتة الفراخ ينعم خالص وفي نفس الوقت هنشي الكفتة اللحمة في طبق علشان ابدأ ان انا انزل المقارون يلا بنا باسم الله خلط الخليط ناعم جدا في اللحظة دي هعمل ايه هنزل الجوانب بتاعته الاول بالمعلقة وابدأ بعد كده اشغل عليه بص الخليط ناعم خالص ازاي ما بقاش فيه اي اصل للبصل ولا للفلفل ولا الحاجات المكعبات اللي الزهرة اللي كانت معاني هدأ اعمل كده وشغل ونزل الفراخ بتاعتنا شوية شوية ماينفعش ان انا انزلها كلها مرة واحدة علشان ما تبدأش ان هي ما تتفرمش كويس ولا ان هي بعد كده متدياني تقلو حتة مفرومة واخدمت كدبيلة وحتة لا نعمل كده بسم الله شوية شوية تمام وزي الفل لسه ما حطناش بقصمات نعمل كده نختبر ازاي اني ملمس الكفتة معانا تمام ومش محتاجا لبقصمات او غيره بحاجة بسيطة جد حبت الزيت بتوعنا علشان نبدأ ان احنا نشوف هل هي تحتاج بقصمات ولا لأ دهنة زيت بسيطة في ادينا واشوف الكفتة محتاجة معايا بقصمات مادة رط ولا لأ اهي دهنة زيت بسيطة كده وابدأ امسك كده بصوا انا شايفة بالملمس كده ان هي محتاجة حبت بقصمات صغيرين حبت بقصمات صغيرين بصوا معاني بصوا لو عملنا كده متشكلة وتمامه زي الفل ونعمة وما فياش اي مشكلة بس لما باجي اكور كده تحسوا ان الكورة طرية زيتة عن اللزوم معاناها جميلة بس انا نعم اعمل ايه لا مش هتفك هي مش هتفك لان احنا كده كده اصلا هنزلها تاخد صدمة الاول فهي مش هتفك بس انا حاسة ان هي محتاجة القوام بتاعها يكون تقيل سنة بسيط هتقيله ازاي مهاب هتقيله بمعلقة البقصمات اللي احنا هنحطها معلقة اهي كده واحط واحدة كمان عشان المعلقة دي صغيرة ونزل الجوانب وابدأ ان انا اخلطين وابدأ اشكل بعد كده ونفس ما عملنا في كفتة اللحمة هنعمل في كفتة الفرق بسمك مش محتاجة اي حاجتين دي تاصة على النار وهبدأ نفس النظام اصبع الكفتة بتاعتنا او اقوار التاصة بتاعتنا على النار نبدأ ان احنا نسخنها نفس النظام حبة زيت نبديها صدمة نشيلها ونعمل الكريمة بتعملنا كفتة الفرق التدبيل اللي شفناها كورناها كور وشوي بزيت بص المنظر ماشاء الله اللهم داي نبدأ ان احنا نطلحها من التاصة علشان نشوف بقى نعمل الصوص بتاعنا بالشكل ده كده عايزين طبعا نعملها ونكملها ومش نحطها في مقارونة ولا صوص يبقى هنديها تكملة التسوية وبعد كده تقدموها زي ما انتوا عايزين طيب هو رصصه الاحمر يانونة اللي احنا عملناه للحمة ينفع نعمله الفراخ اه طبعا يا سيكت الناس ينفع نعمله الفراخ مش هيقولك لا خالص بشكل ده كده نا المنظر ده بص المنظر عامل ازاي ما شاء الله نفس شوية الزيت دول هبدأ انزل فيهم بيه هنزل فيهم بالمشرم الاول بسم الله المشرم يكون فرش انا ما بفضلش المشرم المعلب بصراحة بيبقى عامل زي الكويتش كده ما بيديش تطعيمة اللي انا عايزة تحبة من الفلفل الاسود للشكل ده ترسل وابدأ بقى ألمي بيه العصارة اللي نزلت من الفراخ هيبدأ يدبن معايا للشكل ده كده الرواح الحلو بتاعته تبدأ تطلع انا من عشاء المشرم الفرش جدا 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 للشكل ده كده ابدأ بعد كده يدب بس ياخد معايا تشويحة اروح لماعة الجوانب كده واروح عاملة ايه عندي هنا حليب هقلب فيه النشا النهاردة انا عاملة كريمة مع نشا وحليب طيب حدا هيقول لي ايه ده احنا كنا بتحط دقيق اه كنا ما فاش اي مشكلة ولو عايزة تحط دقيق برضو ما عنديش اي مشكلة هاخد بس البصل كده واروح نزلة بهنا مع شوية من الزيت كمان عايزة تحط زبدة ما عنديش اي مشكلة يدب بس كده يشم النار واروح مجمعاه مع المصروم اكون انا عملت ايه هنا اكون دولت النشا مع الحليب على البارد طيب انا حطى كريمة بس انا هو كل اللي عندي اصلا يعني عربة كريمة زغننة فمش تديني السوس اللي انا عايزة انا عايزة حب السوس كده قطار طب اعمل ايه يتدوب حب الدقيق في الحليب وتبدأ ترفعهم على النار يبدأوا يتقالوا معاك يا اما زي ما انا ما عاملة كده نحط لشا مع الحليب علشان السوس يكون اخاف ما يبقاش يقيل زي بتاع الدقيق بالشكل ده كده حبة من الملح بالشكل ده نبدأ انهنا ندمج بقى كل ده كده مع بعضه وابدأ ان انا اروح جايبة كده الحليب مع النشا مع الكريمة بسم الله بالشكل ده كده وابل ما يبدأ يتقل معايا محتاجة اعمل حركة مهمة جدا دلوقتي اروح واخدأ الكفتة دي منزليها في الصوس الحلو ده بالشكل ده كده جاي روحي عالجمال بصو الشكل عامل ازاي؟ بصا اخلوا مبالكو من تكاية اللي انا قلت ايه احطها قبل ما الصوس ما يتقل ليه؟ علشان لو تقل وجيت نزلت فيه الكفتة هيبدأ يتقل زيادة وابدأ ان انا احطر احط له حليب زيادة واحط له كريمة زيادة فلما انا حطيتها دلوقتي على ما يبدأ ياخد الغلوة اللي انا عايزها الحليب اللي انا حطيته الحليب طبعا سائع على ما ياخد الغلوة اللي انا عايزها تكون الكفتة كمنت تسويتها اجي بعد كده اشتغل بكل سهولة ولاقي الصنف بتاعي مستوي وتمامه زي الفل اروح مطلعة الكفتة مقلبها المقارونة اللي احنا عاملينها او سلقينها تلات تربع سلقة مع الصوس الحلو اللي احنا خدنا منه وصرت الفراخ مع المصرم والبصل وارجع بعد كده اقدم الكفتة عليه ويبقى عندنا كفتة بالمصرم والكريمة بطريقة سهلة وبسيطة وقدمناها جنب مقارونة مع رشة بقدونس حلوة من ايديك العسل كده هيطلع صنف زي السكر ان شاء الله ما اسيبشي بص الكفتة بدأت ان هي تتقل السوس بتاعها يتقل هزود حبة حليب ما عنديش حليب اوطي النار وراح مسكة شوية مية صخنة وانزل كده الشكل ده كده ابدأ ان انا في السوس ده كله اروح مقلب المقارونة وهتلاحظوا ان انا شلتها من على النار عشان انا مش عايزيها تتقل اكتر من كده هقلب بقى المقارونة وارجع انزل الحلويات دي كلها على وش المقارونة من فوق الوش بالشكل ده كده بولا نفض فيها المقارونة تلتة اربع سلقة برضو علشان لو قعدت معي واقدر ان انا اسخنها في المكرويف من غير ما تعجل مني او اي حاجة اقلب كل الحلوة دوت عليها كده يا سيدي بالشكل ده بالشكل ده سوس الكريمة مع الميشة بيبقى اخف من الدقيق بكتير قد ان انا اصب بقى كده ايه الكفتة بتاعتنا تسلم يا رب ايه رأيكم حاجة كده في منتهى الجمال مع رشة البقدونس موسيقى موسيقى